متميز عن ميستر كولر وبيشترفنا الآن المحل الرقمي والزميل عزيز محمد الباز لتحليل بقى أرقام الفرقتين النهاردة مساء الخير يا محمد منوار مساء الخير يا كابتن أيمان مساء الخير على جمهور نادي الأهلي يعني النهاردة حدث كبير حدث تاريخ إن شاء الله ودائما زي ما احنا دائما بنتكلم عن نادي الأهلي وأرقامه هو الفريل الوحيد اللي بيحطم أرقامه يعني هو ده الفريل اللي احنا بنشوفه في العالم كله ماشي حطم في أرقامه وبيكتب دائما تاريخ جديد نهاردة بنتكلم احنا قدام خصم الترجي آه خصم هو عارف بيعمل إيه عشان برضو نديله حقه وآخر سبع نسخ دائما بنقول إن الأهلي في آخر سبع نسخ وصل ست مرات منهم فاينال عايزين نقول برضو إن الترجي في آخر سبع نسخ وصل ثلاث مرات فاينال عنده مرتين لقب البطولة نادي الأهلي حقه ثلاث مرات لقب البطولة آف آخر سبع مرات فبالتالي احنا قدام يعني سيناريوهات متكررة مع الترجي التونسي فعشان كده احنا بنتكلم دايما النتيجة نتيجة الزهاب صفر صفر نتيجة يعني قد تبدو إيجابية ولكن غير مطمئنة بشكل كبير وأنا كلنا ثقة في مارسل كولر في لعابتنا متمرسين بشكل كبير جدا النهائيات متمرسين إزاي إن هما يديروا مباراة كبيرة زي داتا كابتن أيمن وكلنا ثقة فيه صحيح قبل ما نخش في الأرقام ونحلل الأهلي والترجي في المشوار الأفريقي هذا العام هذا الموسم قدموا للأمانة بطولة ونسخة قوية جدا الفرقتين متقاربين جدا من ناحية الدفاعية والناحية الهجومية وبتقول لنا بعض الأرقام على نقاط قوة ونقاط ضعف عند الترجي قد نعوف عليها ونشرحها ولكن دايما النادي الأهلي أنا بشوفه من أقوى النسخ حتى الآن ناحية الدفاعية والناحية الهجومية أنت أقوى هجوم وأقوى دفاع مزبوط وأقوى فريق في صناعة الفرص المحققة وأقوى فريق في ماشي ناحية الدفاعية الكلينشيت وعدم استقبال أهدافه وهدف واحد ولا هزيمة حتى الآن ودايما نقول عند الله هزيمة ده برضو رقم أو حدث تاريخي الأهلي قد يضيفه النهاردة بإذن الله بعد الفوز إن هو يحقق لتاني مرة في تاريخه البطولة بلا هزيمة حققها في 2005 زي ما قلنا النهاردة إن شاء الله تكون لقب جديد إضافة جديدة طبعا لـ 12 فيه حاجتين مميزتين أو رقمين تاريخيين اللي أقول إن احنا خدناه في مبارات الزهاب إن احنا وصلنا لـ 21 مباراة بلا هزيمة وقصرنا رقم الترجي فده أول فوز على الترجي في حدث تاريخي الأرقام آه بالضبط أرقام النهاردة برضو حيكون الحاجة التانية إن هو إن حقق البطولة التانية مرة بلا هزيمة يا رب إن شاء الله تعالي كابتو نعمل نبص على الأرقام علشان نقف عند الترجي فيه رقمين معينين بيظهر لنا نقطة ضعف عند الترجي قد نستغلها النهاردة بشكل إيجابي لصالح النادي الأهلي الفريتين لعبه يعني في البطولة حتى الآن 13 مباراة مزبوط الأهلي طبعا أحرص 19 هدف الناحية تانية الترجي 9 أهداف يعني إحنا بيقص على كابتن 19 هدف في 13 مباراة 13 مباراة طبعا بالمباراتين التمهيدي قبل المجموعات عشان يعني نوضح للسادة للمشاهدين هنا الترجي أحرص 9 أهداف والإكس جي بتاعه قد يصل لـ 22 هدف واستقبل 3 أهداف زي ما احنا عارفين مباراتين الدور التمهيدي الأهلي سجل فيهم 7 أهداف مزبوط 4-0-3-0 مزبوط 4-0-3-0 فده في 7 أهداف وبنتكلم على الـ 12 هدف دول في دول المجموعات طبعا والأدوار الإكسائية الأهلي قد يصل لـ 35 هدف وده في الـ XCG ناحية تانية عند الترجي 22 هدف القوة هنا بتظهر في ناحية الهجومية عند النادي الأهلي هو الأقوى أقوى من الترجي الترجي 9 أهداف في 13 مباراة وحنشرح وندلل بالأرقام ليه؟ ليه الترجي فقط 9 أهداف حتى الآن في 13 مباراة على عكس النادي الأهلي 19 هدف قد يصل لـ 35 هدف استقبل هدف واحد ناحية الدفاعية بقى هنا بتورينا قوة النادي الأهلي ناحية تانية برضو الترجي هو قوي وتانية أقوى خط الدفاع لإنه 3 أهداف في مباراة الهلال في ماتش واحد شباك نظيفة لـ 2 أهوم لـ 2 أدبع 10-12 مباراة شباك نظيفة نكامل بقى الأرقام هنا الإكس جي في الأهداف المستقبلة المتوقعة قد يدخل مرمى النادي الأهلي 22 هدف وجده هنا بقى بيدلل على تصديات دخل هدف واحد مظبوط ودخل هدف واحد فبيدلل أن أنت قوي من ناحية الدفاعية تصديات حراس المرمى طبعا مصطفى شبير والكلين شيت اللي شفناه وتكلمنا عليه كتير جداً الناحية الثانية عند التراجي قد يدخل فيه مرمى 18 هدف من واقع الفرص اللي كانت عليهم وتسديدات اللي كانت عليهم من الخصوم الفرص الكبيرة المحققة هنا اللي اتنين يعتبروا من أقوى الفرق سيما قلنا أن هم الفرقتين من أقوى خط دفاع وأقوى طبعا الأهلي هو الأقوى خط هجوم ولكن من ناحية صناعة الفرص الكبيرة المحققة نادي الأهلي رقم واحد أقوى فريق ثم يأتي التراجي بـ 21 فرصة محققة هنا بقى كابتن أيمن نقطة الضعف لنا بقول لحضرتك حنبص على التمريرات الحاسمة خمسة فقط يعني الأسست الناحية الثانية عند الأهلي 13 إيه بقى نقطة الضعف هنا إن إحنا بنتكلم إنهم أحرزوا 9 أهداف في 13 مباراة عندهم أسست بس تمريرات حاسمة خمسة وعندهم تمريرات مفتاحية يعني 61 يعني قد يصلوا في المباراة أعتقد يعني لأقل من 10 6 أو 7 هنا كابتن بيقول لك إيه إن عندهم خط نصف أهولوا بنتكلم على شعلاني بنتكلم حتى على حسام توكا إن التلاتة دول بيستطيع إنهم يقفلوا المساحات بشكل كويس جدا ولكن لا يمتلكوا اللاعب اللي بيصنع الفرص المحققة بشكل كبير اللي بينقل الفريق لقدان وده متواضح جدا في الأرقام غير النادي الأهلي إن انت بتتكلم في 119 تمريرة مفتاحية في 13 مباراة منهم 13 تمريرة حاسمة بـ 19 هدفة كابتن أيمن فانت لقى عندك خطين خط نصف خط هجوم أو خط دفاع وأصد برضو خط يدوم من ناحية صناعة الفرص توصيل اللعيبة وإحراز الأهداف فبالتالي الأهلي حسن الحتة دي بشكل كبير جدا وهي ترجمة ترجمة الفرص لأهداف فهنا بنعاني منها بشكل كبير جدا في بداية الموسم أو الموسم الماضي يعني فبالتالي الترجي هنا فريق أرقام بتقولك إن هو بيقفل خطوطه بيلعب ممكن زي ما عمل قدام أسك صفر صفر في زهاب صفر صفر في العودة يجر الفريق لضربات جزاء نفس العامل قدام سانداونز وعلى فكرة هو بالأرقام مش الفريق اللي بيسيب الاستحواز يا كابتن أيمن هو ما سابوش اللي قدام سانداونز في مباراة العودة الرقم الكبير 95% لا هو فريق برضو بياخد الاستحواز بيعمل تمريرات مشكلته طبعا هنتكلم عليه في التمريرات في البلد أب عاملة إزاي وفي حالة حياة الكور تزددت بالمباراة عشرة منهم أربعة على المرمى لأن هم معظمهم طبعا نقاط القوة عندهم هنظهرها بعد كده الأهل 13 منهم خمسة على المرمى بدقة 38% ده شكل التزددات أو المحاولات على المباراة نكمل علشان نشوف العرضيات والرقنيات عندهم الأهل طبعا بيمتازهم من أقوى الفرق حتى على المصعيد المحلي والأفريقي من أكتر فرق بتعمل طبعا رقنيات بمعدل 6 متوسط 6 رقنيات بالمباراة الوحدة ناحي التانية الترجي 43 بمتوسط 5 رقنيات في المباراة الوحدة العرضيات بالمباراة يعني الاثنين مشابهية ولكن دائما نقول أن الترجي عنده نقطة قوة بيلعب عليها مع القفل الخطوط اللي هي الكرات السبتة أو الكرات العرضية من طبعا المتحركة فبالتالي هو قد يشكل خطورة لأنه عنده أطوال رودريجو رودريجوز اللاعب طبعا وطبعا يانساس والمركزاء اللي بيعملوها اللي هو الجناح اليمين وبيزيد من ناحية تانية حسام الدين وحتى شعلاني والناس اللي بتيجي من وراء حتى يعني السنتر باكس بيزيدوا بشكل ياسين مرياح في الكرات السبتة في الكرات السبتة عنده هدفين في البطولة حتى الآن وعند مساهمات تهديفية السنتر باكس ياسين مرياح فبالتالي دي نقطة قوة ناخد بالنا منها الاستحواز زي ما بنقول لكابتن آيمن الاتنين قد بعض تمريرات واضحة جدا أن النادي الأهلي هم كمان لهم تمريرات كبيرة بيلعبوا لونج بول بشكل كبير جدا زي ما احنا بنشوف ولكن في البلد آب زي ما دايما نقول لكابتن تمريرات تانية ويرمي الكرة من أهم النقاط الضعف عندهم سريعا عشان الوقت أنهم في حالة قفل الخطوط قفل المساحات بيلعبوا على المرتدة المرتدة عندهم فيها ناحية إيجابية وقد تكون نقطة ضعف في نفس الوقت ألا وهي أن هما لما بيزيدوا بيزيدوا يعني كتلة وحيدة ثلاثة خمس ستة لعبة مع بعض فأنت لو قطعت الكرة عندنا سلطين حصلوا في ماتش النادي الأهلي الأخير قدرنا أن احنا بالكونتر بريسنج بقطع الكرة السريع بالبور ريكافري نقطع الكرة كابتن آيمن في حالة الارتداد بتلاقي مساحات كبيرة جدا في ظهره هما عرفوا يقفلوا بين محمد طبعا هنا دي طبعا في الآخر احنا لو نجيبها من الأول كابتن آيمن نفس الكلام الكرة كانت في حالة الحيازة مع طبعا الترجف نص الملعب ودخلية بيبنوا هجمة من هنا الضغط عليهم باتنين لعيبة خلاص بقية لعيبة قفلين طبعا زوايا التمرير يا كابتن آيمن على طول في حالة قطع الكرة دي اتحصل الكونتر اتاك بقى هناك فيه نكمل هتلاقي هناك خلاص بقى فيه مساحات في فضية الشكل ده اتكرر اه يعني ماشي الصور بسرعة يا شباب يعني هتلاقي المساحات خلاص دي واحدة تانية برضو دي دي نهاية الصورة بس بما بدايتها كان نفس الكلام كان فيه كونتر بريسنج من فريق الخص ده طبعا ويهي اطعوها وبدأوا ان هم تلاقي على طول مساحات وارتداد الكرة دي تلعبت بالعرض وبقى جوني الشكل ده شفناه في ماتش النادي الأهلي وشفناه في فرصتين في برضو كان الاهلي لو معانا حالات الاهلي سريعا هتلاقي نفس الشكل تقرر اطعنا الكرة اكتر من مرة كان بتدخل من اكرم وكان مروان في نص الملعبنا حصل الضغط العالي الشرس اللي احنا دايما ونتمنى ان نبدأ به النهاردة شاء الله بإذن الله اتنين لعبة او تلاتة من عندنا اطعنا الكرة حصل الارتداد ولكن لعدم وجود زيادة العددية من بيرستاو او حتى حسين الشحات شكلة خطورة ده نقطة قد نلعب عليها النهاردة اللي احنا عارفين الفريح هيلعب ازاي خلاص رسمنا السيناريو وعرفنا مشاكلهم بالارقام بتروح فين كل التوفين ان شاء الله للنادي الاهلي ونحق طبعا اللقب الاثناشر ونفرح بإذن الله وقالينا لخاء ان شاء الله بعد المبارة بإذن الله وندي الاهلي فائز بإذن الله شكرا محمد شكرا جدا